أما الحياء يعني في قضية اللباس فحدث ولا حرج كل يوم نشوفوا البيسة تزيد تزيد ذبحا للحياة كل يوم ولهذا أعداء هذا الدين سيطروا على وسائل الإعلام وسيطروا على السيولة المالية الرباوية وسيطروا على دور الزينة بتا يعني الامود ولهذا كل يوم يخموا لمدة ذات مو اللي يزيد في الفتنة ويزيد في الفحيشة ويزيد في الذبح ذبح الحياة حتى يعني سبحان الله والله بعض القنوات الفضائية التي تنشر هذا النوع هذا النوع من الوقاحة والدناء والبذاء والفحش والتفحش تحيرش كل رهي وسوس لهم انت تقول كين فيهم واحد فقط ها هو انتهيكت فيه الأعراض غد وسبت الجيش في الكفيم تدهيش قعفيه وإلى آخره معنى لزيد يعني الأفكار الشيطانية لزيد السيطاني أفكار الشيطانية عجيبة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفطرون ولتسغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فانظر إلى هذا النور القرآني كيف يجلي هذه الكواليش الشيطانية وهذه الدهاليز الشيطانية لأن هذو ناس عايشين في دهاليز الشيطان الإنس والجن يخططون لتدمير الحياة وتدمير الإنسانية الإنسان وتحويل الإنسان إلى مأدنى من الحيوان قال تعالى إِلَا يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِلَا يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ زيت شقال ربي إن هم إلا كالنعام بل هم أظل سبيلا بشي أنا نقول ربي رأي يقول تحت من الحيوان إن هم إلا كالنعام بل هم أظل سبيلا أظل من الأنعام سبيلا أظل طريقا أظل وجهة يعني مدرين كثير من الحيوانات لأن الحيوانات مفطورة على هذه الأمور يا إخوة الإيمان